اشتركوا في القناة هل الحساس ان ايه وانا حابدأ المشروع وحاكمل للاخير بغم كل الظروف اللي ممكن تواجهني انا رح اكمل وراح حس بحلاوة نجاح المشروع وانو حلمت حقك ترى احساس ما ينوصف في ناس لا في نص الطريقة تيجي تقولك لا انا هذا امكان الشي مو مناصب لي فانا حوقفه ورغم انو بقي لها تكة انا نجاح مشروعها فقبل ما نبدأ هل النية موجودة هل هتدخل المجال وحتحاربي عشان مشروعك ينجح الجواب عندك هذا خلاص انتهينا من النية وانا ححاب كل شي ممكن يواجهني وهذا حلمي ولازم احققه وراح اوصل لنتيجة حلمي خلاص انتهينا طيب نيجي الواحد فكرة مشروع واحدة جات تقول لي دكتور انا عندي اعمل ورقة عينب والكل يمدحب ممتاز هذي اول خطوة لنجاح تجوفي رأي الناس فيه هذا واحد فكرة رح تقول لي دكتور انا اصمم كروت والناس تقول لي تصميمك مرة روعة فهل ينفع انه اتاجم فيه اقول لك اي ودام الناس قالت لك مناسب دام انت عنديك شغف انك تشتغلي فيه واحدة جات تقول لي انا عندي كروشي ورقة عينب واسوي قهوة واسوي حلا واسوي صواني هذا يا ماما مش فكرة مشروع هذا تشدت مشروع انتي تبي تركز على شغلة ركز على شغلة واحدة تبي تكبري بعدين اكبري الان اكبر المحلات عندنا مثلا مثلا بارنيز اللي هو بارنيز بدأ بكشكات بعد كده دخل المولات فبدأ يكبر من عندنا امثلة كثيرة محلات كانت تبيع منتج واحد بعد كده انعرفت وانشهرت صارت تبيع اكتر من منتج فدي بتكبري اكبري مع الوقت ومع محبة الناس لمنتجاتك انت الان حددت فكرة مشروعك هل هو خدمة ام منتج الخدمة انه انت بتخدمي يعني ما في شي بيكون ممسوك بين اليدين الخدمة بتكون خدمات مثلا الكترونية خدمات مثلا ذاتية زي مثلا الناس اللي تعمل استشارات هذه خدمة الناس اللي تعمل ابحاث هذه خدمة لكن المنتجات تجيك تتعبيرك مثلا صاحن ورق عناب تعطيك منتج مثلا كوفي حالة المهم المنتج حاجة تمسك كده في اليد الخدمة لا ما تمسك في اليد عادة بيكون من شخص لشخص فهل انت خدمة ولا منتج طيب انت حددتي خدمة او منتج نجي النقطة اللي بعدها هل المجال اللي انت داخله فيه مرة تحبي يعني لو قاعدتي ليل نهار تشتغلي فيه هل حتملي هل هو شغفك هل انت تستمتع كده وتمخمخي لما كده تمسك الشغلة هذا واحد طيب هل عندك القدرات والمهارات سواء كانت علمية او عملية انك تشتغلي فيه واحدة تيجي تقول لي انا ابغى اشتغل في مثلا تصميم الكروت طيب هل انت عندك دورات وعندك مهارات خلاص عملية في انك تصميم الكروت هذه تفهم في البوربوينت والبرامج الثانية هل انت لما اجل اقول لك بتعملي مثلا ورق عنب هل انت فهمه في انواع عروز وانواع ورق العنب والورق العنب اللبناني والورق العنب السوري والسعودي والفلسطيني هل تفهم دي الانواع لازم يكون عندك مهارة في تمييز الانواع خلاص الامكانيات عندك قرش تشتغلي عليها لا ما عندك قرش طيب انت اش عندك مثلا عندك مثلا تسويق عندك واحدة من صاحباتك تسوق طيب هل انت عندك مثلا مكان تشتغلي فيه ولا تبتشتغلي من غرفتك ولا تقدم مثلا تستأجر شبقة ايش امكانياتك ايش حدودك ضمن كمانا الامكانيات هل الاهل ممكن يساعدوك امك ابوك اخوانك جيرانك السواق الشغالة هل ممكن يدعموك ويكون مثلا في مبلغ بسيط اندفع لهم ولا ممكن يشتغلوا معاك تطوعيا هذي كل امكانياتك انت تقدر تحدديها لاحظوا هنا عندي التسويق التسويق هتشوفوه في كل مكان التسويق اهم شي في الزمن اهم شي في كل منتج وفي كل خدمة منتج واحد لو تسوق له لمدة يوم في كل الاعلانات عندنا مثلا هتلاقوا ان الناس على طول بدأت تشتري مكان اعلنوا عنه تلاقي الناس كلها روحت له فالتسويق مهم لا تقولي لي انا اقلل من قيمتي ولا كيف انا ابدأ اسوق ولا كيف انا استحي هذا كله ما ينفع اهم حاجة في مشروعك التسويق والتسويق الصحيح اذا انت منتقادرة في جهات تانية ممكن تسوق خلاص النقطة الثانية دراسة الجدوى دراسة الجدوى زمان لما كنت ابابدأ المشروع الجمعية اللي انا اسستها جاني واحد قل لي اعملك ياها باربعين الف اكي اربعين الف قلت واو دراسة الجدوى ممتازة هي قد كده غالية بعدين اكتشفت ان هو كان بضحك علي دراسة الجدوى تكلف من ثلاثة الى خمسة الاف اوكي طيب معقول انت تدفع من ثلاثة الخمسة الاف على مشروع صغير مشروعك صغير بمعنى انت واثنين ثلاثة اشخاص ما زيدوا عن خمسة حتى دراسة الجدوى الان فيه برامج اي اي اللي هو ذكاء الاصطناعي بيعمل دراسة الجدوى دراسة الجدوى مهمة تحدد فين فلوسك حتبدأ تروح خلاص فين فلوسك حتبدأ تروح كما البروفي تحقك حيكون فانا عندي دراسة الجدوى بتنعمل الان اونلاين انت بس اكتبي مثلا دراسة جدوى مثلا ذاتية ولا الالكترونية ولا مثلا في انا عندي حط جدوتك خلاص من ضمن البرامج هادي ايه عبارة عن منصة سعودية ممكن تستخدموها طيب ممكن يكون عندك صديقة في المحاسبة في المالية او هنها فاهمة في دراسة الجدوى ممكن تستفيد فيها يعني ممكن تستعيري بخدماتها او عندنا مجموعة من الفراد المتطوعين معروف انه في اشخاص توهم باديين متطوعين ممكن يعمل دراسة جدوى للمشاريع الصغيرة الناشئة ومنها بيكسبوا زي مثلا ساعات تطوعية مهم فالاخر بيستفيدوا فهدي لازم تنعمل دراسة الجدوى عشان تعرفي فلوسك كفين تروح وكم يرجعلك يعني هذا اهمش في المرشروع على الفلوس يعني فالاخير النقطة الثالثة وهي اطول شيء في اللقاء وارجع اقول اهم حاجة فيها التسويق 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 شغلك لو ما عرضتي على الناس وما طلعتي بالصورة الواو محد حياخده الناس لما تجيك خلاص فانتوا دخلوهم غفة الطعام مجلسكم لأ تدخلوهم الصالون افخم مكان عندكم في البيت لانه هادي الواجهة فالتسويق لازم يكون بافضل حاجة عندك ويكون مستمر التسويق فالآن هتكلم على خطة التنفيذ طيب عدنا طبعا اول حاجة حنبدأ فيها في التنفيذ حاجة نسميها بنموذج العمل التجاري هذا الكلام مو فلسفي يا بناتي هذي اشياء محددة تحدد فكرتك بالضبط عبارة عن ايش وانتي كمان تفهمي اكتر نموذج العمل التجاري لو كتبته بس في جوجل وفي اي مكان نموذج عمل التجاري يطلع لكم جميع الصيغة طبعا هذا وورد وفي عندنا بي دي اف بس هادي التكسيمة الاساسية حقته ترى هادي مهمة جدا ويقدموا فيها دورات انا هاختصرها في دقيقتين نموذج العمل التجاري مجموعة من الخانات اول خانة فيها اسم الشراكات الرئيسية بمعنى انتي هتعملي شراكات مع مين انتي لما تعمل لمنتجك او خدمة هل هتعمليها للجامعات تعمليها مثلا لقطوف وحلا تبعلك هل هتبيعيها مثلا لمحلات الصغيرة وهي تبدأ ترويجلك فمين هيكونوا الشراكات حقونك طيب انتي بالضبط ايش هتقدمي ايش الانشطة الرئيسية لو مثلا لنفرض ان احنا نبغى نقدم ورقعنب لي نفرض خلاص ان انا مروح بورق العنب انتي بتقدم ورقعنب بسادة ورقعنب برومان ورقعنب بالحمر ورقعنب بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا هل ستحتاجي موارد بشرية تحتاجي عمالة تلف معاك هل ستحتاجي مثلا أجهزة هل ستحتاجي مثلا كاسات وورق وصحون وبلستيكات هذه كلها تعتبر الموارد الرئيسية العرض المقدم خد صحن وتاخد معا صحنين مجانا أو خد نص كيلو حتى اخد معا ربع كيلو مجانا فهذا العروض المقدمة خد مثلا يوم الجمعة وحيجيك مثلا يوم السبت منتج مجاني هذه كلها عروض مقدمة نيجي للعلاقة مع العملاء لكن قبلها نروح لشرائح المستهدفة انتي مثلا لو تريد تصممي كروت بيزنس هتروح لمين للشركات فانتي الشرائح المستهدفة حقتك بي تو سي بمعنى بيزنس 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 تو كستمر بمعنى شغلك حيروح لمين للعميل للكستمر للشخص طيب في بعض الناس يقولوني لا انا اريد استهدف مثلا المكاتب اريد استهدف مثلا مراكز بحثية مثلا نعمل لهم كروت شخصية فانتي حتستهدفي بي تو بي بمعنى بيزنس بيزنس فانتي لازم تحدد الشرائح المستهدفة حقتك هل هم افراد ومين هم الافراد طالبات جامعة طالبات ثانوين متزوجات مين ما كانوا هل انتي شرائحك شركات بيزنس طيب انتي لازم تحددية هم جامعات هم شركات مثلا مكتبات هم مثلا حقون الطباعة لازم تبدأ تحدد الشرائح المستهدفة طيب علاقتك مع العملاء كيف حتوصل لعملاء حقورك عن طريق السوشيال ميديا مين هو السوشيال ميديا عندك لو مستهدفة مثلا طالبات الجامعة اكتر شي توصلي لهم عن طريق سناب شات عن طريق انستجرام مثلا عن طريق التيك توك فانتي حدد علاقتك مع العملاء كيف حتوصلي لهم قنوات التوزيع خلاص قنوات التوزيع عندك اش هي السوشيال ميديا كنت ترصيها تحت بعض سناب شات تويتر فيسبوك انستجرام ايش هي قنوات التوزيع اللي انت حتبدأ توزيعيها فيه كمان قنوات توزيع عن طبيق مثلا الجامعات خلاص انت مثلا حتبدأ تسوق نفسك في شركات او مثلا في اكسام عشان يبدأوا ياخدوك يتعملهم مثلا كروت شخصية طيب من ضمن قنوات التوزيع مثلا لو انت تبيت بيعي ورق عنب حتحطي مثلا محلات اللي هي مثلا قطوف رحلة خلاص بتخدم بتخدم الاسر المنتجة في محلات كمان كثيرة بتخدم الاسر المنتجة فانت حد دي كيف حتوزع المنتج عن طريق ايش ممكن يكون عن طريق يوتيوبر ممكن يكون ناس تسوق عن طريق السناب شات فهذه كلها تعتبر قنوات توزيع نيجي الهيكلة التكاليف ايش اللي هيكلفك لو انت حتعمل ورق عنب مثلا اللي هيكلفك ارز ورق عنب اللف البهارات الطبخ حتحتاجي انبوبة حتحتاجي وقت هذي كلها هيكلة التكاليف طيب لو انت تبيت تشتغلي على كروت هيكلفك البرنامج لازم تشتريه اونلاين ولازم يكون مدفوع يعني ما في شيء مجان تشتغلي عليه هتحتاجي مثلا اثنين ثلاثة يصمموا معاكي فهذه هيكلة التكاليف فلوسك خلاص بتندفع ليش طيب نيجي المصادر اليرادات انت فلوسك بتجي من فن لو انت بتبيع رق عنب فحيكون مصدر اليرادات حقك عن طريق رق عنب لو انت بدأت تكبر شغلك البزنس حقك حيكون مثلا ورق العنب والمالح ومثلا الحلو طيب لو انت مثلا تبيع كروت مصدر ايراداتك الكروت الشخصية لو انت كبرت البزنس حقك حيكون مثلا عمل عروض عمل الأبحاث عمل قوالب مثلا لبعض الصفحات الورد فهذه كلها تعتبر مصادر ايرادات فهذا بكل بساطة نموذج العمل التجاري هذا كان نموذج عمل تجاري لوحدة من الخدمات وليس منتجات خدمات خلاص كنت رفعتها في مسابقة بتعود مع وزارة التعليم والحمد لله فزت على مستوى المملكة خلاص فنموذج العمل التجاري حدد بالضبط انتي ايش تبغي لاحظوا هنا كان الفئة المستهدفة انا عندي بي تو سي بزنس تو كاستمر خلاص انه الكاستمر الزبون عندي كان الباحثين والباحثات وكان كمان بي تو بي بمعنى كان عندي شغلي بيروح لمن للجهات الكبيرة فهذا بكل بساطة نموذج العمل التجاري حقي انا هعمله كذا خلاص ان شاء الله يكون واضح إن كيس اي احد يبغي يصوره بيستفيد منه يعني وتعلم احنا اول حاجة خلصنا نموذج العمل التجاري ولازم تشتغلوا عليه واللي حابة مساعدة تشتغلوه ترسل لي اياه وانا شيك عليه اكي هذا نموذج العمل التجاري ليجي الاثنين اختيار اسم المشروع اختيار اسم المشروع لازم يكون حاجة خمفشارية تبسخ في دماغ الناس فلازم تختاري اسم يحدد شخصيتك في المشروع شخصيتك تبان من المشروع خلاص وكيف تبان عن طريق الاسم فكل الناس اللي كده اسمهم كده خمفشارية في المشاريع اعرف ان هم ناس مجانين مجانين مشاريع فاختيار الاسم خلاص طيب ثلاثة ابدأ يسجلي في اي منصة تجارية معتمدة عشان لا تتعرضي للغش التجاري فاحنا عندنا المنصات الصغيرة الالكترونية هذه منصات تجارية مقدمتها وزارة التجارة والله بتحميكم من الناس اللي تسرق الناس فكونك انت مسجلة شغلك في منصة تجارية زي مثلا انا شغل مسجلته في منصة معروف والان ظهرت منصات كثيرة عندنا منصة العمل الحر هذه كلها منصات كثيرة كونك انت مسجلته في بزارة التجارة هذا يعطي امان للناس اللي تتواصل معاك خلاص وتشتغل معاك وان يكون فيه فيه بروفت اكتر فيه ربح اكتر طيب التسويق للمشروع انت خلاص حطيت الفكرة الاساسية الان كيف تبدأ تسويق للمشروعك واحد حساباتك الاجتماعية لازم يكون عندك اسم واحد تستخدميه في كل السوشيال ميديا يعني مثلا الناس كيف توصل لي بكل سهولة اكتبوا اسميه شعراوي ويوصلوا لي في السناب في التويتر في انستجرام في ايميلي اكتبوا اسميه شعراوي ويطلعوا لي على طول حطيلك صورة احترافية زي ما قلت انت تدخل الناس عندك في افخم مكان في البيت اللي هو الصالون فحاولي لك تحط صورة احترافية لأفضل شي عندك في المنتجات أو في الخدمات وارقعيها في السوشيال ميديا خلاص الناس يهمها الشكل بشكل مربع كبير حسب فئتك حتبدأ تستخدمي الشبكة الاكتب شهرة تبتوصلي طالبات الجامعة سنابشات اسم استجرام تبتوصلي لرجال الاعمال لينكدين خلاص وعندنا التويتر تبتوصلي للحريم الكبار في السن التيك توك خلاص وممكن يكون عندنا مثلا الواتساب فكل شخص له وصيلة التواصل بيستخدمها على حسب الفئة اللي انتي تبغيها فحددي الفئة بناء عليها تقدر تستخدمي شبكة التواصل حطي قصص حطي شهادات صادقة لعملائك اختي قالت لك واو جنن وقالتها وهي صادقة مش تسوق لك لا قالتها يا صادقة تقول لك ورقة لعنى بحقك مرة يجنن كوبي بيست استأذنها كوبي بيست احطها عندي في السوشيال ميديا واحدة مثلا اعطيتي مثلا زميلاتك شغل مثلا جبتي في مناسبة وكلهم جوا علقوا ان المنتج ترى حقك مرة فنان استأذنيهم وخدي خلاص خدي الكلام وحطيه عنديك في السوشيال ميديا كل ما كان فيه تقييم اكثر من الناس على شغلك كل ما كان فيه اقبال بشكل كبير صممي كرت شخصي الان ما عاد فيه كروت شخصية ورقية صممي كرت شخصي الكتروني حنزلكم البرنامج اللي تسختموا فيه كروت شخصية الكترونية يعني عدي من واحد لعشر قديك صممتك كرت شخصي اللوغو حقك خلاص وصائل التواصل ايميل انستجرام تويتر كل وصائل التواصل تقدري تحطيها في في البزنس كارد هذا الكتروني الان وحط لكم صوته هنا انا رتبت شوية الكلام عشان يكون قدام الناس الوصرية طيب انا عندي مرحلة التنفيذ انت خلاص حددت الهدف وحددت الاسم مشروعك خلاص هو بيع كروت شخصية لنفرض الاسم مثلا simple business card مثلا هذا المسمى طيب هذا المسمى مشروعك حتي بدأ تحط القائمة بالمنتجات والاسعار خلاص طبعا الهدف والاسم والتفاصيل اللي فوق هو كل الكلام اللي انا ذكرته عشان بس تحددي فكرتك عبارة عن ايش انت قائمة المنتجات حبتك واسعارها مثلا كرت شخصي 20 حبة 5 ريال كرت شخصي مثلا 100 حبة 200 ريال وعليها مكان وطريقة التسويق انت فهن هتسويقه وكيف هتسويقه عن طريق سناب تويتر انستجرام كيف هتسويقه انت بالضبط طيب اول خطوة هتبدأيها انه انت رح تهدي مجموعة من الكروتا الشخصية للناس اللي معروفين حوالك اخوك مثلا بيبدأ بزنس ابوك امك اختك زميلتك عندها مثلا متجر وتبدأ تصممي لها حاجة كده متعوب عليها لازم تتعبوا عليها عشان يبانشو لكم خلاص تهديهم بطريقة مغلفة الناس هاتي هتبدأ تصور انت هتاخذ تصويرهم من حساباتهم عشان يكون فيه احد تصور خلاص وتعليقاتهم هتاخذ الصور وحتاخذ التعليقات طبعا بعد الاستئذان هتبدأ تحطيها في وسائل التواصل حقتك كتسويق مجموعة من الاشخاص واحد لا يكفي خمسة لا يكفي عندك عشرة الى عشرين شخص عشان الناس بس تبدأ تشوف منتجاتك ويبدأ يكون فيه تسويق لشغلك والناس فعلا بدأت يعني تعترف بشغلك هذه بكل بساطة طريقة بداية اي مشروع صغير من الصفر الخطوات ما هي صعبة بس تحتاج ان انت تقعد مع نفسك وتعرف بالضبط ايش هتقدمي حطي في بالك انت رأى في ناس كثيرة ترى تنافسك حولك بدل ما يكون الواحد ممكن يكون عندك مثلا في نفس العمارة درع عشرين شخص فلازم تحددي فكرتك بطريقة اصيلة خلاص وانها تضيلها تضفلك خلاص وكلها قيمة للشخص اللي بياخد الخدمة والمنتج جادة عندك اتمنى انه الكلام فادكم واتمنى صراحة ان في بنات تبدأ ومشاريعهم الان الان احنا في وقت البزنس او اي احد احتاج مساعدة انا موجودة يا بناتي وموفقين يا رب حبايبي